اكدت معالي سيدة فوزية بنت عبدالله زين الرئيسة مجلس النواب ان جلالة الملك المفدى ارسى دعائم حرية الرأي والتعبير المسؤولة وان الرؤية الملكية السامية مثلت الداعم الاول للصحافة البحرينية والصحفيين مشيدة معاليها بحرص واهتمام ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للصحافة البحرينية والارتقاء بدورها التنويري والوطني المؤثر جاء ذلك بمناسبة حفل الاعلان عن الفائزين بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة في دورتها الخامسة مستذكرة معاليها بكل الوفاء والعرفان فقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله في دعمه للصحافة والصحفيين معربة معاليها بجزيل الشكر لسعادة السيد علي بن محمد الرمحي وزير الاعلام على جهوده للارتقاء بالصحافة والاعلام في مملكة البحرين هذا وأشادت معاليها بدور وسائل الاعلام المختلفة وخاصة الصحافة الوطنية من أصحاب الأقلام والكتاب والصحفيين الذين حملوا أمانة الكلمة الحرة والمسؤولة مهنئة معاليها الصحفيين الفائزين بالجائزة معكدة أنهم يمثلون نماذج مقدرة ومشرفة تحكس الكفاءة المتميزة والمهنية العالية لمسيرة الصحافة البحرينية عبر تاريخها الممتد مما جعلها محل ثقة في استقاء المعلومات والبيانات الدقيقة وتقديم مضمون فكري راق يعزز ثقافة المجتمع